كذلك استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين اليوم رئيس الوزراء السنغافوري لي هاسين لونغ وقد عقد السمو ولي العهد اجتماعا مع رئيس الوزراء السنغافوري تم خلاله بحث العلاقات الثنائية وأفاق التعاون بين البلدين والسبول دعمها وتعزيزها